يواجه بعض الطلاب صعوبة في التعامل مع مسائل القوى الكهربائية بين عدة شحنات درس اليوم يوضح لكم طريقة سهلة لحل هذه المسائل هذا مثال جد مقدار واتجاه المجال الكهربائي الكلي الناشئ في منتصف المسافة بين الشحنتين في الرسم لديكم شحنة كهربية موجبة مقدارها ثمانية نانو كولوم حيث إن تعني نانو وحرف السي قولوم وشحنة سالبة مقدارها ثمانية نانو كولوم والمسافة بين مركزي الشحنتين تساوي ستة أمتار المطلوب حساب المجال الكهربائي الكل بين الشحنتين عند هذه النقطة تولد كل شحنة مجالاً كهربائياً فيلتقيان عند هذه النقطة كقيمتين متجهتين فما مقدار المجال الكهربائي الكل هل يتعادل المجالان الكهربائيان معاً لأن الشحنتين غير متشابهتين فيكون المجال الكهربائي الكلي يساوي صفراً هذه شحنة موجبة مقدارها ثمانية نانو كولوم وهذه شحنة سالبة مقدارها ثمانية نانو كولوم فهل تلغي كل منهما الأخرى؟ انتبهوا فهذا غير صحيح بما أن المجال الكهربائي قيمة متجهة يجب تحديد اتجاه المجال الكهربائي أولاً انظروا ينشأ عن هذه الشحنة الموجبة مجالاً كهربائياً شعاعياً نحو الخارج أي أنه يبتعد عن الشحنة الموجبة في اتجاه اليمين لاحظوا عند تحديد اتجاه المجال الكهربائي للشحنة فلن يهمكم إن كان هناك شحنة أخرى بالقرب منها أم لا كأن الشحنة السالبة غير موجودة لأن اتجاه المجال الكهربائي لا يتغير بوجود شحنة أو عدمها ثم تتبعون نفس الطريقة لتحديد اتجاه الشحنة السالبة تسألون أنفسكم ما اتجاه المجال الكهربائي الناشئ عن الشحنة السالبة لو كانت الشحنة الموجبة غير موجودة تولد الشحنات السالبة مجالاً شعاعياً نحو الداخل هذا يعني أنه نحو اليمين لاحظوا ينشأ عن الشحنة السالبة مجال نحو الداخل أي نحو اليمين وينشأ عن الشحنة الموجبة مجال نحو الخارج وهو في اتجاه اليمين أيضاً فلا يلغي مجال الشحنة السالبة مجال الشحنة الموجبة بل ينشأ عنهما مجالاً مضاعفاً فعند جمع متجهين يؤثران في نفس الاتجاه يصبح المجال الناتج أكبر من مجال كل منهما لوحده إذن ليس بالضرورة أن تلغي كل شحنة المجال الكهربائي للأخرى بعد تحديد الاتجاه كيف يمكن حساب المجال الكهربائي الكلي؟ المجال الكهربائي الكلي ورمزه E-Net في الاتجاه الأفقي X أشير إلى ذلك بإضافة حرف X ويساوي المجال الكهربائي للشحنة الموجبة يساوي ثابت كولوم K ضرب الشحنة الموجبة ورمزها Q1 على مربع المسافة R تربيع زائد المجال الكهربائي للشحنة الثانية ويساوي الثابت K ضرب الشحنة السالبة Q2 على مربع المسافة R تربيع يمكنكم الآن تعويض المعطيات الثابت K يساوي 9 في 10 أس 9 نيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع وتكتب NM تربيع على C تربيع ضرب الشحنة وتساوي موجبة 8 نانو والنانو يعادل 10 أس سالبة 9 لاحظوا يمكن اختصار 10 أس موجبة 9 مع 10 أس سالبة 9 على المسافة هل تساوي 6 أمتار؟ انتبهوا، فالمطلوب حساب المجال الكهربائي الكل في منتصف المسافة بين الشحنتين أي المسافة من مركز الشحنة إلى هذه النقطة في المنتصف والتي تساوي 3 أمتار لكن لو كان المطلوب حساب القوى التي تؤثر بها كل شحنة على الأخرى ستكون المسافة 6 أمتار إذن ضعوا هنا 3 أمتار ولا تنسوا التربيع تذكروا، عندما تكون الشحنة موجبة فلا يعني هذا أن المجال الكهربائي موجب أيضا يجب أن تتأكدوا من الإشارة بتحديد اتجاه المجال الكهربائي يتجه المجال الكهربائي للشحنة الموجبة إلى اليمين وهو الاتجاه الموجب لذا فإن الحد موجب الحد الثاني من المعادلة الإشارة هنا زائد أو سالب حسب اتجاه المجال الكهربائي أولا الثابت 9 في 10 أس 9 نيوتن متر تربيع على قولم تربيع والشحنة 8 نانو قولم أي 8 ضرب 10 السالب 9 والمسافة من الشحنة إلى نقطة المنتصف تساوي 3 أمتار وهذه 2 للتربيع يتجه المجال إلى اليمين وهو الاتجاه الموجب وبالتالي الإشارة هنا زائد المجال الكهربائي الكل يساوي مجموع المجالين بتربيع المسافة 3 أمتار تصبح 9 9 على 9 يساوي 1 يبقى لديكم 8 نيوتن على قولم وهنا أيضا 3 تربيع تساوي 9 9 على 9 يساوي 1 وباختصار 10 أسموجب 9 مع 10 أسالب 9 يتبقى 8 زائد 8 نيوتن لكل كولم لاحظوا تساهم كل شحنة بمقدار كهربائي مقداره 8 نيوتن لكل كولم عند هذه النقطة وبالتالي فإن المجال الكهربائي الكل يساوي 16 نيوتن لكل كولم عند النقطة في المنتصف بين الشحنتين في أي اتجاه؟ بما أن اتجاه مجال الشحنتين نحو اليمين يتجه المجال الكلي نحو اليمين بما أن الشحنتين هنا متساويتان يمكنكم حساب المجال الكهربائي لإحداهما ثم ضربه باثنين لكن هل يتغير المجال الكهربائي الكلي لو كانت هذه الشحنة موجبة؟ لاحظوا أن اتجاه المجال الكهربائي للشحنة ليس نحو اليمين لأن المجال الكهربائي الناتج عن الشحنات الموجبة يتجه نحو الخارج أي نحو اليسار وبالتالي فإن المجال الكهربائي سالب لذا ستكون الإشارة هنا إشارة ناقص على الرغم من أن الشحنة موجبة وبالتالي سيكون الناتج صفرا ويعني هذا أن المجالين يلغيان أثر بعضهما عند نقطة المنتصف لذا يجب أن تنتبهوا إلى الإشارات السالبة يمكنكم تعويض المعطيات في البداية دون تحديد الإشارات ثم إذا كان مجال الشحنة يتجه نحو اليمين ضعوا إشارة موجب وإذا كان يتجه نحو اليسار ضعوا إشارة سالب أعيد سريعا ما تعلمناه لحساب المجال الكهربائي الكلي لعدة شحنات أرسموا المجال الكهربائي لكل شحنة عند النقطة المطلوب تحديد المجال عندها ثم استخدموا هذه المعادلة لحساب المجال الكهربائي لكل شحنة وأحددوا إن كانت قيمة المجال موجبة أم سالبة بناء على اتجاه المجال بغض النظر عن إشارة الشحنة ثم اجمع المجالين معا لتحصلوا على محصلة المجال الكهربائي عند هذه النقطة ثم اجمع المجالين معا لتحصلوا على محصلة المجال الكهربائي عند هذه النقطة وبهذا ينتهي الحل